بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أصرف الخلق والسيد المرسلين مرحبا بكم في هذا الإصدار الثالث عشر من سلسلة كيف تقرأ وكشف أجرتك الشهرية والذي سنقصصه إن شاء الله تعالى الحديث عني الزيادة التي همت الأجوب تداء من يوليوز 2024 وبالضبط بما يخص فئة المهندسين بالنسبة لفئة المهندسين فالزيادة همت التعوير عن التقنية وذلك بمجيب المرسوم رقم 224 690 الصادر في عشر محرم 1446 هجرية الموافق 16 يوليوز 2024 ميلادية بشأن النظام الأساسي الخاص بهائة المهندسين والمهندسين المعماريين وتجدون نص هذا المرسوم في العادة 73 عشرين من الجديدة الرسمية بتاريخ 19 محرم 1446 هجرية الموافق 25 يوليوز 2024 ميلادية بالضبط في الصفحة 4800 وسبعة وتاريخ الفعالية لها المرسوم هو 1724 2027 إذن بالنسبة للمهندسين سواء كانوا مهندسي التطبيق أو مهندسي الدولة أو المهندسي المعماريين أو مهندسي الرؤساء أو المهندسي المعماري الرؤساء مختلفة للدرجات ذلك سواء الأولى أو الممتازة فكانوا وجدوا هنا في هذا الإطار الأبيض كان يوجد القيام للتعويض عن التقنية التي كانت سريعة الانفعول إلى غاية 30624 بينما في هذا الإطار الأصفر كان يوجد القيام الجديدة للتعويض عن التقنية التي ستصبح سريعة الانفعول بسداء من 1.724 والتي جاءت لتعوض القيام القديمة بالنسبة لكل درجة الخاصة بكل إطار بينما في هذا الإطار الأحمر كان يوجد المقادر الخام هي الزيادة والزيادة هي بكل بساطة الفرق ما بين القيمتين المناسبتين لكل درجة من الإطار المعني وهذه المقادر هي زيادة خام لماذا؟ لأنها خاضعة للاقتطاع كما سنرى عن طريق أمثلة عن طريق برنامج أكسل إذن قلنا بالنسبة للمهندسين فالتعويد عن التقنية هو الذي يعرف الزيادة في القيمة ونرى المثال الأول للمهندس تطبيق من درجة الممتازة بسلم عشرة رتبة ثلاثة الرقم سيدلدر 456 منخارض في المنفان يشغل في المنطقة السي متزوج وعنده ثلاثة الأطفال فهذا العمود بيك القاوة الوضعية المالية لها الموظفة قبل 1.274 لما كانت القيمة للتعويض عن التقنية هي 3.273 درهم والصافي الشهري اللي كان عنده هو 8.235 درهم بينما في العمود السي كان لقاوة الوضعية المالية الجديدة لها الموظف وفق المعطيات اللي قدمت في البداية ابتداء من 1.274 أي بعد اعتماد القيمة الجديدة للتعويض عن التقنية اللي صبحت 4.040 درهم وبالتالي الصافي الشهري دياله الموظف صبحت 8.740 درهم فهذا الخانة دي كان لقاوة الفرق ما بينه مضعيتين فكاللحظه بأنه عندنا 1 زيادة 7.67 درهم ما بين قيمتي التعويض عن التقنية القيمة القديمة والقديمة الجديدة وهذه القيمة كما قلنا ديال الزيادة هي زيادة خام لماذا؟ لأنها ستولد مجموعة ديال اقتطاعات اللي فاللي هي كيم 1 زيادة ديال 107 درهم باصلة 38 زيادة في الاقتطاع برسم الله سامل 1 زيادة 134 درهم 61 برسم ضريبة على الدخ وزيادة ديال 19 درهم 17 برسم لامو تغطية الصحية الإجبارية بينما ليست هناك أي زيادة في الاقتطاعات بالنسبة السكتور والكاد لماذا؟ لأن الموظف هذا كان وصل للبلفون في الوضعيتين إذن المبلغ الصافي ديال زيادة في الأجر بالنسبة لهذا الموظف وفق المعطيات اللي اعطيت فهي 550 درهم 84 اللي الفرق ما بين زيادة الخام ديال 777 درهم ومجموعة القتطاعات 261 درهم واللي أيضا ممكننا نحصل علىه عن طريق الفرق ما بين الصافي الشهري قبل 1 7 24 والصافي الشهري الجديد تدام 11 7 24 وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا العمل أنا أنجزته مع اعتماد آخر تحديث لطريقة احتساب الاقتطاع لفائدة الصندوق المستقل للتأمين عن الوفاق وهي اعتماد نسبة 1.7% من مجموعة المداخل منقوصة من قيم التعويضات غير القاربة بالنسبة للموظف فعنده فقط تعويض العائلة هو اللي غير القاربة واعتماد واحد للصقف من ميد الدرهم أنه بادي بادي وهذا الموضوع كنت شرحته في الفيديو مؤخران فالذي رأيته وهذا لما ترى سنجعل الرابط في صندوق الوصول للفيديو لكي يرى و هذه المسألة اعتمت في الوضعيتين بجروجهم خدمتهم بآخر تحديث أنا فضلت نخدم بآخر مكان المثال الثاني سنرى مثال مهندس الدولة من الدرجة المنتزة سلام 11 رتبة 2 رقم 542 منخال طفل المفام يشتغل بالمنطقة السي متزوج وله طفلان فهذا العمود بالك القول الوضعية المالية و هذا الموظف قبل 21 24 أي إلى 30 24 لما كانت القيمة للتعويض عن التقنية هي 5541 درهم وهناك القوصة في الشهري دياله اللي هو 6626 درهم في العمود السيكل القول الوضعية المالية الجديدة لنفس الموظف وفق المعطيات اللي أعطيت من قبل ابتداء 217 بعد اعتماد القيمة الجديدة للتعويض عن التقنية لسبحة 6422 درهم وبالتالي الصافي الشهري من نسبة هذا الموظف وفق المعطيات اللي أعطيت فهذا ستصبح عنده عسر درهم 112 في العام يجد القول الفرق ما بين الوضعيتين فكلا لاحظوا أنه كان واحد زيادة 881 درهم على مستوى التعويض عن التقنية وهذا هو الفرق وهذا هو الفرق في الجدول السابق وهذا الزيادة هي زيادة خام لأن تولد مجموعة اقتطاعات أو زيادة في الاقتطاع فهنا زيادة 223 بالنسبة للسامر لفائدة للسامر وزيادة 250 درهم فاصل 11 برسم الضريب للدخل وزيادة 222 برسم الضريب برسم لابو بينما لا يوجد أي زيادة في الاقتطاعات بالنسبة للسيكتين في الوضعية لذلك المقدار الصافي للزيادة في الأجزر بالنسبة لهذا الموظف وفق المعطيات التي تكلمت عليها هو 458 درهم 222 الذي كان حصل عن طريق الفرق بين الزيادة الخام 88 ومجموعة الاقتطاعات 335 درهم أو عن طريق الفرق بين الصافي الشهري الجديد تداء 21 24 والصافي الشهري الذي كان عنده قبل 21 24 وكان عاود نذكر على أنه في الوضع سواء قبل 21 24 أو مبتداء 27 24 فأنا اعتمد في حساب الاقتطاع لفائدة الكار على الطريقة الجديدة وفق آخر تحييل التي هي اعتماد نسبة 1 سلعة في المياه من قيمة المداخيل الخام منقوصة من قيم التعويضة غير القارة واعتماد واحد السقف بنيات درم أنه بادر باس وهذا المسألة اعتمت عليها في الوضع آخر سنأخذ مهندس رئيس من الدرجة الأولى سلعة 11 رتبة الأولى الرقم 704 من خرب في المنفام يشتغل من تقصي متزوج ولا هطف فهذا العمود بيك القاو الوضع المالي لهذا الموظف هذا قبل 21 24 ذلك لما كانت القيمة التعويض عن التقنية 6712 درهم والصاف الشهري كان عنده 10 358 في العمود السيكان من القاو الوضع المالية الجديدة لنفس الموظف وفق المعطية التي قدمت من قبل وذلك ابتداء 27 24 بعد اعتماد القيمة الجديدة للتعويض عن التقنية وهو 7650 درهم ليصبح بذلك الصافي الشهري بنسبا الموظف 10 875 في العمود الدقة والفرق ما بين الوضعيتين فعندي هنا واحد زيادة كاللحظ بأنه زيادة 938 درهم على مستوى التعويض عن التقنية وهو فرق ما بين القيمتين للتعويض الجديدة والقديمة وهي زيادة خام لأنها ستولد مجموعة من الزيادة في الاختطاعات فهناك زيادة 131 درهم 32 برسم لسامة وزيادة 266 درهم 30 برسم لير طريبة للدخل و23 45 برسم لامو بينما لم تسجل أي زيادة في الاختطاعات بالنسبة لأنه كان لديه البلافون في الوضعيات إذن المقدار الصافي للزيادة في الأزر بالنسبة لهذا الموضوع ويفق المعطيات التي أعطيت هي 516 درهم 93 التي كان حصل عليها إما عن طريق الفرق بين القيمة الخام الزيادة والمجموعة للإقتطاعات أو الزيادة في الإقتطاعات أو عن طريق الفرق بين الصافي الشهري الجديد الذي سيصبح عنده تداء 21 والصافي الشهري الذي كان عنده إلى حدود 36 ونفس الملاحظة أنه سواء الوضعية اللولة أو الوضعية الجديدة فأنا اعتمد على آخر تحديد لحساب الاقتطاع لفائدة الكاد وهو اعتماد نسبة 1.7% من مجموع المداخل من قوصة من قيم تعويضة غير القارة مع اعتماد سقف 100 درهم أنبا دي باسي آخر المثال سنرى مهندس رئيس من درجة الممتازة سلم 12 رتبة 1 الرقم السيدلالي 870 منخرط في المنفام يشغل منطقة سي متزوج ومعنو أطفال في العمود باقي القول الوضعية المالية لهذا الموظف قبل 1.7% لما كانت القيمة للتعويض عن التقنية بالنسبة لهذا الموظف وفق المعطيات التي أعطيت هي 10,250 درهم الصافي الشهري كان عنده 12,000 443 في العام السكة القول وضعية المالية الجديدة لهذا الموظف وفق المعطيات التي أعطيت تقنية تقنية 1,274 بعد اعتماد القيمة الجديدة للتعويض عن التقنية الذي هو 11,000 درهم 28 ليصبح بذلك الصافي الشهري بالنسبة لهذا الموظف وفق المعطيات هو 12,000 درهم 975 في العام الجديد كان لقى الفرق بين الوضعيتين فكنا لاحظ أنه واحد زيادة على مستوى التعويض عن التقنية وهو الفرق ما بين قيمتي التعويض عن التقنية القيمة الجديدة والقيمة القديمة وهذه زيادة هي زيادة خام كما قلنا لأن ستولد مجموعة الاقتطاعات فهناك زيادة الاقتطاع بالنسبة للسامة 131-132 هذه هي القيمة وزيادة بالنسبة الضريبة على الدخل وهي 274 درهم 277 بينما لا على مستوى لا مستوى ولا على الاقتطاع ولا على مستوى الكار ليس هناك أي زيادة في القطاعات السزيرة لماذا؟ لأن هذا الموظف هذا بحكم الدرجة والرثمة فكان واصل البلافون بالنسبة للمستوى الاقتطاع بالنسبة للتعضية الصحية إذن بالنسبة للموظف هذا والفق المعطيات فالمبلغ الصافي للزيادة الشهرية وهو 538 درهم هذا الذي سنحصل عليه عن طريق الفرق ما بين الموضع ما بين الزيادة الخام 938 درهم و المجموعة القتطاع 445 درهم أو الفرق ما بين لون تبطي لون تبطي الجديد الذي سباح عنده بطداء 24 و لون تبطي الذي كان وضعيتين اعتمدت على آخر تحديث لحساب الاقتطاع بين فائدة الكاظ وهو عن طريق اعتماد بالنسبة لـ 1.7% للمداخل جموع المداخل من قيم تعويضات غير القارة سواء بالنسبة للوضعية الأولى أو التالية إذن هذه الأمثلة نتمنى تكون أنها أفادتكم وهذه الفيديو ستكون إذن انتهت نشكركم على المتابعة لها فيديوهات دخلوا للقناة المحمد الشارقة وتمشيوا لبلايليست لكي تلقوا مجموعة من البلايليست التي فيها مجموعة الفيديوهات مرتبعة لحسب البزونا ديلكم بالمناسبة نشكر جميع المنخرطين والمنخرطات على الوفاء وانشجيع ودعم شكرا جزيلا و إلى لقاء